التشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتتلاهف لرؤيته اقرأ صفاته الشريفة في كتب الشمائل المحمدية لعلها تروي شيئا من ضمأك فعلم الشمائل يبحث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وأحواله الشريفة وسيرته في نفسه وفي أهله وفي أصحابه ومن أحسن كتب الشمائل كتاب الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب السنن المشهورة رحمه الله تعالى قال ابن كثير شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان خلقه الظاهر وخلقه الطاهر قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرا مفردة وغير مفردة ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ويذكر هذا الكتاب كثيرا من الجوانب التفصيلية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يجدها الباحث في كتب السيرة النبوية لأنها تركز على الغزوات أكثر من الأحوال النبوية وقد ذكر الترمذي في هذا الكتاب أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وبين الأخلاق والآداب التي تحلى بها صلى الله عليه وسلم لأجل الاقتداء به وقد قسم الترمذي كتاب الشمائل إلى خمسة وخمسين بابا وعنون لكل باب بما يدل على محتوى فبدأ بذكر صفات خلقة النبي صلى الله عليه وسلم ومقتنياته الشخصية كخاتمه وعمامته ونعله وسيفه وذكر أفعاله الجبلية اليومية كصفة أكله ومشيه كما ذكر بعض علاقاته الاجتماعية كحسن عشرته لأهله ومسامراته وقصصه ثم ذكر بعض أحواله في العبادة كتهجده وصيامه وتلاوته ولم يحكم الترمذي على الأحاديث ببيان درجتها كما هي عادته في سننه ولم يخالف ذلك سوى في مواضع قليلة ولأهمية الكتاب اشتغل به العلماء ما بين شرح وتحقيق واختصار فمن شروحه جمع الوسائل في شرح الشمائل لملا علي القاري كما اختصر الشمائل وحققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فاقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وشمائله لتقتدي به وتدعو إلى هديه على بصيره قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين